نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوغرافات تسلط الضوء على الاستراتيجيات ومبادرات الدولة لدعم الفلاح المصري والتي أتت ثمارها في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي الـ 71 رصد التقرير الرؤية الدولية التي تعكس جهود الدولة المصرية في دعم الفلاح حيث ذكرت منظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الحكومة المصرية تعمل على تزويد المزارعين بالمدخلات الزراعية المدعومة خاصة الأسمدة والمبيدات والبذور والأعلاف الحيوانية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمزارعين من جانبه أشهد صندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساهمة جهود مصر في أنظمة الإنذار المبكر واستخدام الآلات الزراعية في جعل المزارعين أكثر استعدادا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ